احنا كنت باختلاف وهي في دقيقة واحدة اختلاف ستضربوا بعض بقى تتفهموا واحدة يعني هو انا كان اختلاف على الحجازي بص انا مش عايز احمل الحجازي والنني بس لعدهم بس محمد عبد مينعم طبعا عنده عوض اخطاء اه الشناوي عنده اخطاء يتحملوا جزء من الاخطاء احنا البطولة دي كل الاهداف من عمق الملع من عمق والنني كان لازم لازم ننزل معدل الاعمار يعني احنا امم افريقيا واحد وعشرين وصلنا النهائي دخل فينا هدفين تسعتاشر اه سبعتاشر وصلنا النهائي ثلاث اهداف الفين وسته هدفين يعني اعاز اقولك ان انت كان دفاعك اقوى حاجة او وصل ملعبك ودفاعك هما اقوى حاجة هما دول وصلوك للمبارات النهائية ووصلوك لانت تاخد البطولة ثلاث مرات ستة وثمانية وعشرة لكن دفاعك وحش جدا ومش عايز احمل الاتنين دول بس بس دول لان دول مفروض عنصر الخبرة مش موجودين بشكل قوي يعني لما يغلط عب منعم او يغلط حمدي فاتحي او يغلط امام عشور فوز الملعب ان ان المفروض اللي يشيلهم لكن ما يبقاش هو يعني الخطأ من عنده اكتر انا مش هتكلم في الخلاف وكده لسه البطولة طويلة وممكن ان اتوقف عند الحاجات ده احنا ندعم المنتخب منتخب كل الدعم ليه منتخب عنده فرصة ان يوصل دور الستاشر وعنده فرصة ناردن الظروف خدمتنا بفوز الرأس الاخضر اليوم اصبح انت مطالب بس بالفوز في المبارات الجاية على الرأس الاخضر وبالتالي عندك فرصة كبيرة جدا كل الدعم للمنتخب حاجات كتير جدا ومحظات كتير وفي سلبيات لكن عايز الناس بس تبقى عندها حاجة يا سيد محمد اللي بيحصل للمنتخب ده مش نتاج اللي بيحصل في البطولة ولا اخطاء من لاعب ولا لاعب مستوى متراجع تكلموا على منظومة في مصر بشكل عام مزونة الكورة شرفتني ونورتوني شرفت الكورة ان شاء الله تتغير ان شاء الله منتخبنا الوطني ينقدي الاداء الموايز جدا سيد مار غريب ناخد الادة الكبيرة بشكرك شكرا جزيلا شكرا سيد مارتوني سيد شيف عبدالقادر نتبلك رحلة سعيدة لدولة قطر الشفقة ان شاء الله واتبع كأس أسيا هشاجع على المنتخب الياباني هشاجع على المنتخب الياباني شكرا جزيلا